ضيفنا في هذه الحلقة هو المعلم الكبير والمعروف أوشو لم أستطع أن ألملم بجميع فلسفة أوشو في بعض الفيديوهات أو في فيديو أو اثنين به بضعة دقائق لكي أضع فيه فلسفة أوشو لأن هذا لا يمكن بثاة لهذا أود أن أقترح عليكم وأعرض لكم هذا الوطائق الذي به ما يعادل سبع حلقات لكي تشاهدوه وهو يتحدث عن قصة أوشو من البداية إلى النهاية والصراعات وما قصة أوشو ولماذا الكثير يحقدونه عن التسعين رولز رويس التي لديه المعمع التي حدثت في زمنه كيف هرب كيف عاد ما قصة الفندق الذي قام كثير من الأشخاص بتفجيره وهو الفندق الذي كان يجلس فيه متابعيه وأيضا كما سمعتم أنها كانت هناك ربما للتعرفون اليوم هناك الخطوط البريطانية الخطوط الإنجليزية ربما الخطوط العربية إلى آخره أوشو كانت لديه خطوطه الخاصة تسمى رجينيش إيرلاين خطوط طيران خاصة ففيلم رائع جدا ووطائقي جدا جميل به سبع حلقات والمشاهد التي في هذا الوطائق هي مشاهد حقيقية صورت وسجلت في زمن أوشو وكل ما في الفيلم هو حقيقي كامل ومطلق بدون زيادة أو نقصان وما الذي جعلني أخترح عليكم هذا الفيديو وأضعه لكم بكل ارتياحية وراحة هو أن نتفليكس كانت جدا جدا متحايدة لم تقف في صف أوشو ولم تقف في صف أعدائه وأنما جعلت المشاهد يختار والآن سأضع لكم التريلر الخاص بالمسلسل والوطائقي لوايلد وايلد كاونتري لأوشو موسيقى أجل أن يشتركوا في المنزل من الأفرادة كما كانتنا جديدة محلول على المنزل المنزل في المنزل المنزل اليوم هو رجنيس فرم لذلك يجب أن يكون ذلك نظام بشكل مجتمع بشكل مجتمع على ربسبر اهل للحفقة الأسفل سوريه مجالة كبيرة مهور ليس على المعنى أمراك مركبو مركبو صليم مذور لديه موجود أمراك أمراك لكي ليس لديه أمراك رأيي عزيزة لأنه جديد أمراك إنهم يحلون بساطانيك قوة هناك الكثير من الاجتماعين الذين يحللون على رجنشي مجرد من المنزل في المدينة المنزل موضوع من 60 أجلس المنزل كانت مجرد 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 من المنزل سيكون مجرد إذا لم أقلت المنزل لتحلل المنزل لا يوجد أحد يجعله نقل على المنزل لنسع هذا المنزل الاجتماعي مقاطع سنعطيك تنظر على مينة محضر تحصل على مينة مواقع سنعطيك بحضور المخلوق والباحثة للغاية لتنبع الإنسان وعلى محلول المحلول بحضور مجلسة تدخل موضوع هناك محلولة تدخل مجرمات لقد قمت بها نحن لن تجربة مددية نحن لن تجربة نفسنا لن تجربة نفسنا لدينا من المفترض تتعلمين ما حدث؟ هناك مبارك في كلنا لن تجربة نفسك اما ضيفنا في الحلقة المقبلة هو متصوف معروف جدا في زمانه والذي سمي باسم شهيد العشق الالهي والذي تم صلبه وتقطيع ايديه وارجوله بسبب افكاره ومعتقداته وهو المتصوف الكبير منصور الحلج اشتركوا في القناة